نتكلم معاكو بقى في حاجة تانية من ضمن الفقرات اللي معانا يمكن كلنا يا شباب ياللي بتتفرجوا علينا ايه الاعذار اللي انت ممكن تقولها علشان تغيب من الشغل معلش هو يعني ممكن نقول ان دي فقرة نقاشية وبتفضح الناس وبتفضح الحيل اللي ممكن الناس تكون بتلجأ لها شوية علشان تقدر تلاقي عذر قهري ان هو يغيب من الشغل مثلا بطريقة مفاجأة ويمكن كمان يعني احنا معنا دراسة امريكية بتتكلم عن ارتفاع معدلات البحث على جوجل عن اسباب واقعية للتغيب عن الشغل بتتكتب كده اسباب واقعية للتغيب عن الشغل فممكن تلاقي بقى ايه طرح كبير جدا على جوجل من خلال الاسئلة دي وكمان من خلال الاجوبة وكل واحد بقى ممكن يكون كده ايه بينطقي الاجابة اللي حاسسا ان هي ايه هتنطبق عليه او بظروفه وحسب الناس انت فاهم قصدي ايو اه فاهم او مضاء غريب شوية شيكو بالزبط اتنين مليون اتنين مليون عملية بحث يعني انت متخيل ده فرق كبير جدا مثلا عن كل السنين اللي فاتت يعني انت كل مدى اتنين مليون عملية اه عملية بحث بس على نقطة لو ايه ايه السبب اللي انا اقدر اقول اه في شغلي علشان ان انا اقدر اغيب فدي حاجة غريبة وعجيبة جدا طبعا بصوا يعني ترى اكشنك مدحكني باب بقولك ايه اصل برضو هم اللي كانت بفكروا برضو كده يعني غريبة اوي يعني هم اللي احنا عارفين دايما عن الغرب وعن بقى امريكا والحاجات الكيميرا دي يعني ايه يقولك ايه اصل دنيا انك كيرا ومش اعرف ايه وحركات دي ماشي بس اقصد ايه ان نوصل لمرحلة ان 2018 يبقى عندنا يعني فيه اكتر من 300 الف يعني عملية بحث عن الموضوع ده ان الواحد ازاي شوف العزر المناسب لحالته الخاصة في وظيفته برضو موضوع خريب جدا ان هو ازاي اعتذر يعني ما تخليك يا عم دغري عندك حاجة اقول عندي كذا وخلاص وتمام اه مش هغال وبعدين بني ادم اللي هو بيوصل لمرحلة ان هو يدور على الاعزار اللي بالمنظر ده انا شايف دي حاجة مش انتجية ولا حاجة فيها نوم انواع ان انت بني ادم عندك مسئولية انك توصل لمرحلة انك تعتمل على انك ازاي تغيب او انك ازاي ما تروحش لمدة معينة بصوا هو الموضوع هنا طبعا ليها اكتر من عامل ممكن هنا البعض ياخدها من ناحية ايه ان المديرين او الشغل اللي عنده صعب شوية عنده مش قادر يتعامل في الوظيفة بتاعته مع الاشخاص مع المهام اللي هو بيقوم بيها فهنا بياخد المفتاح ان هو ايه بعد شوية او ياخد المفتاح ان هو يدور على اعزار بس ده برضو مش مقياس ان انت او مش بالنسبة لك يعني رخصة انك تعملها كل شوية مش قادل الموضوع سيبه ده وجهة نظري الحاجة التانية برضو احنا ناخدها من وجهة نظري مديرين واصحاب الشغل طب انت برضو انت في مرحلة كده انت جاية المفروض بتقوم بيها وبتعملها انت مش بتعملها ولا بتحققها بالنسبة لي فانا كده بخسر ده برضو عندي هنا مشكلة ان انا بدفع راتب وبدفع يعني مقابل الموضوع ده بدون مقابل بشكل كبير او اللي هو اللي انا محتاجه منك يعني من خلال وظيفتك وممكن تبقى وظيفتك مؤسرة بشكل كبير جدا وممكن يبقى فيها يعني خسارة ومشاكل ومن ضمنها الحاجات اللي فيها جماهير او الحاجات اللي هي فيها تعامل مع الجماهير او فيها تعامل مع الاشخاص اللي هي بتقدم خدمات اللي هي المباشرة صح انت بتتكلم لو روحت بس مش عارف لتعمل حاجة مثلا يعني في اي وقت كده في اي وظيفة كده خاصة بالمواطنين ودقيت الموظف ده لو ما كانش موجود وهو المسؤول عن الاختام ومسؤول مش عارف عن ايه كنا بنتجلم صح لما الموضوع قلب اونلاين شوية وبقينا بنتكلم على عصر الرقمانة ان شاء الله ويبقى يعني هو ده هدفنا الفترة اللي جاية بشكل كبير يعني هتلاقي الأمور هدية شوية بالضبط اعدت شوية امينه بسلام بإذن الله صح والله يا فاروق عندك عندك حق بس خلينا كده نعرف رأي عمر معانا على التلفوني عمر ازايك ازايك انت عامل ايه ازايك انت عامل ايه فاروق عامل ايه ازايك عمر كله طبعا يا فاروق الحمد لله كله كويس صوتك مبهج